واضح جدا أن الكيان الصهيوني في عقيدته العسكرية دوما يعتمد على نقل الحرب إلى أرض العدو وخاصة ما يشهده الكيان من تمزقات سياسية داخلية تحديدا لكن ما يحدث اليوم في غزة هو مقصود جدا خاصة مع ما قامت به المقاومة الفلسطينية وكأنها مدركة جدا لأبعاد الجيوستراتيجية التي تريد تمديدها نحو مناطق الدول العربية بفعل مشاريع التطبيع الذي يقوم بها الكيان الصهيوني في المنطقة العربية إذن لابد من توعية المشاهد الكريم أن حتى منطقة أو حتى صناعة الفوضى الذي تم هندستها في 2011 كلها أشارت الدراسات النفطية أن كل من سوريا العراق سوريا لبنان فيه اكتشافات هائلة لحقول الغاز في هذه النقاط الجغرافية لذا نجد الوجود الروسي الصيني في هذه المناطق كذلك اكتشافات مهمة في قطاع غزة من خلال غاز مارين ترجمة نانسي قنقر